أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد هوال حلقتنا اليوم نتكلم فيها عن أشهر خمس بطاقات حمراء في تاريخ كرة القدم توب 5 تجيكم كل ثلاثة على قناة سيلفي سبورت اللي بتمنى منكم تشتركوا فيها الآن البطاقة الحمراء ما كان لها قانون واضح حتى جاءت مباراة في كأس العالم 1966 بين إنجلترا والأرجنتين وفي ذلك اللقاء بين إنجلترا والأرجنتين الحكم طرد ناس وعطوا ناس بطاقات صفرة فالجميع تسأل عن المعايير فاكتشفوا أنه لابد من معيار واضح للبطاقة الحمراء أصفر ثم أصفر ثم السلام عليكم ولما نحكي عن توب 5 في البطاقات الحمراء أعتقد التوب بالتوب بالتوب الكل اللي بيعرفه زيندين زيدان قدم منديال رهيب في 2006 منديال من أداء خارق جدا شيء غريب اللي يعملوا واللعب يعرفوا عنه الناس كلها نهاية آخر مباراة إلو رحل نهاية كأس العالم أمام إيطاليا وفي واحد واحد زيدان كان مسجل ومتياراتزي كان مسجل الاثنين هم أصحاب الأهداف وفي الوقت الإضافي من ذلك اللقاء متياراتزي استفز زيدان وشتمه بأمه أو أخته تضاربت الأخبار لكن مش هون المشكلة المشكلة زيدان لف ونطح متياراتزي بنطحها تاريخيا في كرة القدم طرت زيندين زيدان من الملعب وخسرت فرنسا لكترجيح في اعتقال بفرنسا حتى اليوم لو كان زيدان موجود وضمن المسددين لفازت فرنسا في بعض التسريبات قالت أنه كان في اتفاق ضمن الفريق الإيطالي أنه لازم واحد يستفز زيدان ويشتمه لأنه بيعرفوا ردة فعله بهيك مواقف فزيدان عشان عشر دقائق لمسك أعصابه فيهم لنهاية اللقاء أصبح عنده أشهر بطاقة حمراء في تاريخ كأس العالم وأصبح بنفس الوقت لاعب متهم أنه ضيع أخر كأس الثانية بطاقة حمراء أيضا انشهرت كثير وأعذروني على استخدام الجملة سمية معرقة البسق هذه المباراة 1990 في دول 16 بين ألمانيا وهولندا واللي ما بيعرف التنافس الألماني الهولندي هو تنافس تاريخي كان ما بين السبعين لأوال التسعينات في كرة القدم فلسفتين كرويتين نظرتين مختلفات لكرة القدم والصراع كبير جدا بين الاثنين اللي هم أقرب للجيران هذا الصراع حتى انتقل لميلانه ثلاثي في الهولندي أمام نجوم ألمانيا موجودين في انتر ميلان يعني بكل مكان فبال88 هولندا أزحت ألمانيا من نصف نهائي أمم أوروبا وجاء بالتسعين فرصة الانتقام بدول 16 في الدقيقة 22 أصبح تصرف غريب من فرانك ريكرد أو رودي فولر نجوم كبار الطوش مع بعض وصلت لأنه يبصق على بعض والحكم يطرد للتنين بيكون ربما أسوأ طرد لنجمين كبار في كأس عالم أما البطاقة الحمراء الثالثة في عنوانها بيكهم وقع في الفخ بيكهم في كأس عام 98 كان لعب شاب عليه كثير بهرجة إعلامية جاي والتقوا بالأرجنتين بدول 16 الفريقين متعدين واحد واحد ديكو سوميوني بينجح باستفزاز بيكهم فبيخليه يركله فبتنتهي الأمور بطرده وبتذهب المباراة لاترات الترجيح وفوز الأرجنتين لتكتب الصحف وقتها عشرة أسود شجعان ولاعب أحمق واحد وكانت الصحف الإنجليزية تقصد ديبت بيكهم بواحد من أشهر البطاقات الحمراء في تاريخ إنجلترا حتى يومنا هذا وقيل لولا فريكسون لربما انتهت مسيرة بيكهم من الضغط الإعلامي اللي عمل بعد طرده أما البطاقة الحمراء الرابعة فهي لويسواريز يتحول إلى حارس مرمى بكأس العالم 2010 غانا عم بتقدموا نديار رهيب مجموعة شباب مواهب رائعة في المقابل لويسواريز وكفاني وفورلان يقودوا أرجوي بعيدا إلى دور الثمانية في كأس العالم لقاء محتدم شديد جدا والنتيجة واحد واحد ونوصل للدقيقة الأخيرة في الوقت الإضافي يعني 120 وبتيجي دربكة وفجأة تروح الكرة نحو المرمى الأرجوياني ويتحول لويسواريز إلى حارس مرمى ويصدها بإيدان لتلك اللحظة انهار لويسواريز طرد وشعر أنه كل شيء ضع تقدم جان أسموها سدد الكرة أهدرها وهون راحت المباراة لكفاية الترجيح وفازت أرجوي مباراة لا تنسى بطاقة حمراء لا تنسى لمستوى أنه من كثرة جدل لأثرتها البعض طلعوا الطالب أنه والله لاحب لمس إيده بالكرة وانطرد هذا هو القانون هي مش بس زي ما بده الإعلام وفعليا كان موقف فيفا ممتاز جدا لويسواريز غاب عن نصف النهاء أمام هولندا وخسرت أرجوي تلك اللقاء وصحب الأرجويانية قالت تخيروا لو كان معنا لويسواريز وهم يخسروا ثلاثة اثنين بس مع هولندا يعني كأنه كان في شعور أنه هذا المنتخب كان بإمكان يعمل معجزة أكبر بكثير من أنه يرجع بس من دول الأربعة البطاقة الخامس احترت فيها في فترة من الفترات في دور الأبطال صار فيه اتهامات كثيرة لبرشلونة أنه بيستفيد وفيه فترة أخرى صار فيه اتهامات لريال مادريد أنه بيستفيد شو مبدأ كل واحدة فيهم الأولى بدأت في 2010 في نصف النهائي برشلونة بيلعب مع الإنتر بعد ما خسر ذهابا ثلاثة واحد وفيه لقطة من اللقطات تياغو موتا ضرب بوسكتش المشكلة مش أنه ضربوا بيستاهل البطاقة ولا لا المشكلة اللي عمله بوسكتش بعد ذلك من نوع من التمثير المفرط وحط إيديه على عيون وهيك وحركات خلت الحكم يطرد موتا بعدين لما طلعت الصور كيف كان بوسكتش عم بيبثل اتهم اللاعب بأنه يستهل جائزة الأوسكار وما دون ذلك إلى يومنا هذا وبالمقابل في 2017 برشلونة خسر ذهابا مع ريال مادريد في دور الأبطال وفي الإياب رجع بالنتيجة 2-1 وفي الدقيقة 84 تم طرد أرتور فيدال وهون جن الجنون تاع الألمان في الإعلام والهجوم الكبير لأنه في النهاية ريال مادريد استطاع أن يتأهل وتم جابوا نفس اللقطة اللي انطرت فيها فيدال شوفوا هاي اللقطة لكاسيميرو لش ما انطرت فيها وبنفس الوقت طلع فيدال بتصريحات شهيرة قال عيب هذا دور الأبطال يصير فيه هيك سرقات مبارتين حطوا ضغط كبير مرة على برشلونة بأنه الفريق المستفيد تحكميا ومر على ريال مادريد المستفيد تحكميا وبطاقتين أعتقد أنهم من أكثر البطاقات الحمراء اللي أثارت الجدل في كرة القدم نوصل هنا نهاية حلقة توب فايف في البرنامج الديمقراطي اللي بستنى منكم الآن تعليقاتكم وتقولوا لي شو توب فايف تعومكم والسلام عليكم ورحمة الله